السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام كنت من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانال الشرطة التركية امرأة سوريا مششبه بها الرئيسي بانفجار اسطنبول واعتقال 46 شخصا آخرين إليكم التفاصيل الشرطة امرأة سوريا التي نفذت هجوم اسطنبول تدعى أحلام البشير وقالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد أعلنت شرطة اسطنبول اليوم الاثنين اعتقال 46 شخصا فيما يتعلق بانفجار اسطنبول الذي أصفر عن مقتل ست أشخاص على الأقل مشيرة إلى أن سوريا زرعت القنبلة وقد اعترفت بأنها تصرفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني كما تلقت تعليمات في كوباني شمال شرق سوريا وأضافت الشرطة أن المرأة السورية التي نفذت هجوم اسطنبول قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد وأشارت الشرطة إلى أن منفذة الهجوم تدعى أحلام البشير وقد زرعت القنبلة في شارع الاستقلال ودخلت تركيا بشكل غير قانوني من المنطقة بين عفرين وإدلب وقد نشرت بعد وسائل الإعلام التركيا صور المتهمة السورية فلا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمدكم الناس اللي سوفوا والناس مساكلة في المستشفى الله يشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب ومن بينهم جوجيا المغربيات الله يشفيهم حتى هما وهذا البني سمسكينا حتى هي ضحية الانفجار فطير من طيور جنة إن شاء الله يا رب والله يصبر وليدها ويكون معهم فهنا خسينا نكون مصنع نهاية الفيديو شكرا لحسن مسابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة